خليني بقى احكي لكم شوية عن مؤتمر الوطني للشباب اللي هيبقى في النسخة التامنة ليوم السابت الجاي في مركز المنارة للمؤتمرات وده في مصر الجديدة المؤتمر ده هانعقد بحضور 1600 مشارك غالبيتهم طبعا من الشباب بتتضمن الأجندة الخاصة بالمؤتمر لتلات جلسات أبرزها جلسة اسأل الرئيس بالإضافة إلى جلستين تانين المؤتمر هيتقسم زي ما قلت لكم لتلات جلسات الجلسة الأولى هي عن تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا وده هتتقسم لأربع نقط الأربع نقط هو استعراض تطوير الإرهاب وتنامي الإرهاب في المنطقة إيه اللي بيحصل الإرهاب بشكل عامل إزاي بيقل بيزيد بنعمل إيه عودة مقاتلين داعش نحن عارفين إن كان فيه دواعش دول كانوا موجودين في منطقة ما بين العراق وسوريا طيب حصل هناك حرب جمدة الناس دي ابتدت تجري طيب كل واحد من دول تدير جعل بلده ده شكل عامل إزاي بعدين توصيف أوضاع الإرهاب وتأثرها على مصر والعالم والتجتيات الجديدة التي تواجهها مصر طريقة التفكير الجديدة اللي الناس دخلين علينا بيها الجلسة التانية هتكون عن تأثير نشر الأكاديب على الدولة وده في ضوء حروب الجيل الرابع اللي أنا لسه كنت بقولكم عليها ومقسمة لأربع نقطة الحكاية دي دور السوشال ميديا في تزييف الوعي بطريقة حديثة دي نقطة النقطة التانية هيبقى كيف يتم صناعة الوعي الزائف لدى المطلقي يعني أنت دلوقتي بتجيلك المعلومة غلط المعلومة الغلط دي بتشكل لك وعيك وبتشكل لك مدركك فتبتدي تبني عليها أفكار كتير جداً تيجي بعد كده تجيلك معلومة تانية غلط بتحطها فوق التانية ويبقى ده وعيك يبقى ده اتجاه تفكيرك للأسف يبقى كله مبني على شائعات استعراض ما تم حالياً بشكل مباشر من قضايا على مواقع تواصل اجتماعي إيه اللي موجود على مواقع تواصل اجتماعي طرح تساؤلات عن كافية تحول السوشيال ميديا للإعلام البديل ودي شفناها كتير قوي بنسمعها كتير قوي عايز أقول لكم بعد كده يبقى فيه جلسة ختمية اللي هي الجلسة اللي بتبقى واضحة جداً وبيبقى الشباب بتسأل زي ما عايزة وهي جلسة اسأل الرئيس جلسة اسأل الرئيس الشباب يسأل والرئيس يجيب عن كل التساؤلات التي تشغل الشباب المصري بدون خطوط حمراء شارك بسؤالك على www.askthepresident.net المؤتمر الوطني للشباب المنارة سبتمبر 2019 تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اشتركوا في القناة